سلطت لجنة العقوبات التابعة لرابطة المحترفة لكرة القدم عقوبة الإيقاف لسنة كاملة نافذة في حق سيكريتير فريق أولمبي المدية شيخاوي حناشي بسبب الاعتداء على الرسميين خلال اللقاء الأخير ضد أولمبي شلف من جانبه عقوب طبيب النادي الشلفوي عبدالقادر مغيت بالإيقاف لسنة كاملة ستة أشهر منها غير نافذة وكذلك المعالج الفيزيائي للفريق مليان عبدالرحيم بستة أشهر بعد الاعتداءات التي صحبت المباراة من جانبه عقبت اللجنة كذلك لاعب الجمعية جمل بن شرقي بالإيقاف لأربع مباراة اثنتان منها غير نافذة بسبب سوء السلوك أما في الرابطة المحترفة الأولى فعقبت اللجنة لاعب شبيبة القبائل ديوارا بالإيقاف لمباراة واحدة ولاعبي سريع غليزان بودا إسحاق وزيد مصطفى بنفس عدد المباراة عينت إدارة نادي اتحاد البوليد المدرب زهر جلول على رأس العارضة الفنية لنادي مدينة الورود خلفا للمدرب المقال محمد باشا هذا وبشر زهر جلول عمله على رأس العارضة الفنية للفريق البوليد عشية اليوم أين برمج حصة الاستئناف بأكاديمية بارادو حيث تعامد جلول برمجة تلك الحصة بمكان بعيدين عن الجمهور حتى يبعد لاعبه عن الضغط وردة فعل الأنصار في خبر آخر وحسب مصادر مقربة من بيت شباب بلوزداد فإن إدارة الرئيس رضا مالك باتت تتلقى ضغطات كبيرة من الشارع الرياضي البلوزداد بسبب النتائج المتذبذبة التي أصبح يحاققها الفريق في الجولة الأخيرة هذا وجددت الإدارة ثقتها في المدرب ألم ميشيل ولعبه فيما تبقى من مشوار البطولة خاصة أن الفريق ما زال يحسن للمركز الثاني في جدول الترتيب اشتركوا في القناة